انتهى بنا البحث في العلاقة القائمة بين الذكر والأنثى قرآنيا أن القرآن أشار أن هناك انجذابا وميلا تكوينيا طبيعيا بين الذكر والأنثى الآن أنا لست بصدد بيان أن هذه العلاقة هل هي فطرية أم لا لأنه يدخلنا في بحث ما هو الضابط الفكري وما هو تعريف الأمور الفطرية خصوصا وأن هذا الاصطلاح اصطلاح قرآني الفطرة من المفردات القرآنية فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو آيات أخرى أشارت إلى الفطرة بألسنة متعددة ولعل منها قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة أو ما أشير إلى محتوى هذه الفطرة كما في الآية أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هذا محتوى هذه الآية من سورة الأعراف بيان محتوى الفطرة هل سأل الآن بيان محتوى الفطرة مفهوما أو مصداقا له بحث لأن البعض يتصور أن الآية أشارت إلى مصداق الفطرة لا إشارة إلى مفهوم الفطرة وهكذا لأنه إذا قلنا إشارة إلى المفهوم العام فيقع الخطأ في بيان المصداق والتطبيق أما إذا قلنا لا إشارة أن ركب في وجود كل إنسان أساسا المصداق على إلى حوال أبحاث مفصلة وأن الفطرة ما هي حقيقة الفطرة ما هي وأن الدين أمر فطري اللي بنى عليه السيدة الطبائي تقريبا الميزان أن الدين أمر فطري وهذا مستفيده من القرآن فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم إذن الدين ما هو أمر فطري ولا يقع عندكم الخلط بين الدين وبين آراء العلماء هذا الذي تجدونه فيكم جملة من الأحيان أن الفطرة لا تنسجم معه هذا ليس لم يثبت أنه هو الدين بل هي آراء ماذا اجتهادات البشر ولهذا قد لا تنسجموا إذن ما هو الدين إذن أقول ولهذا أنا حاولت في كل هذه الأبحاث أن لا أتكلم بلغة الأمر الفطري أنه أساسا الله فطر الناس على هذا لأنه هذا كان يقتضينا أن نقف عند مفهوم الفطرة وأنه ما هو ملاك الفطري وما هو ملاك غير الفطري نعم من خلال الآيات القرآنية عرفنا أنه أمر وجودي أمر تكويني الذي أشار إليه القرآن أن السكن والمودة والرحمة لا تحصل لكل من الذكر والأنثى إلا بالآخر هذا هو الذي استفدناه من مجموع الآيات القرآنية في الأبحاث السابقة